على أهداف الأولى في البطولات الكروية أول هدف في بطولة رسمية كان في 11-22 عام 1871 ميلادي هدف جار فير كنريك لصالح كلافام روفرز في مرمى إبتون بارك في كأس الاتحاد الإنجليزي أول هدف في الدور الإنجليزي في 8 أيلول عام 1888 هدف جيمس كينيون دافنبورت لصالح بولتون واندرز في مرمى ديربي كاونتي أول هدف في الألعاب الأولمبية عام 1908 هدف الدنماركي ميدل باعو في مرمى فرنسا باه أول هدف في بطولة كوبا أمريكا في عام 1916 هدف الأوروكوياني خوسي بانديبين في مرمى تشيلي أول هدف في تاريخ كاس العالم عام 1930 هدف الفرنسي لوسيان لوران في مرمى المكسيك أول هدف في بطولة أمم إفريكيا عام 1957 هدف المصري رأفة تعطية في مرمى السودان أول هدف في بطولة أمم أوروبا هدف اليوغسلافي ميلان غالانيتش